من حصار اسرائيلي خانق وحروب ثلاثة نجا قطاع المقاولات في غزة من الانهيار بصعوبة بالغة لكن جائحة كورونا أدت إلى حالة من الشلل التام فيه متسببة بإغلاق العشرات من شركات المقاولات وبتسريح آلاف العمال بعد إيقاف العمل في مئات المشاريع التي تعد مسهما أساسيا في الناتج القومي المحلي الانقسام والحروب المتتالية ثم جاءت كورونا فكانت القشة التي خدمت ظهر البعير الكورونا أوقف جميع الأعمال المقاولين الكورونا أوقف جميع التحولات جميع الفعاليات التي كانت عند المقاولين جميعنا تأثرنا في التطوير في الاستثمار تأثرنا بشكل سلبي في جميع مناحي الحياة حتى بعد نصرع عماله وبعد نسجن بعد نترك البلد بعد نترك المهنة وضع قطاع المقاولات الصعب فاقمه استمرار احتجاز السلطة الفلسطينية لمستحقات الضرائب الخاصة بمقاول غزة منذ 12 عاما والبالغة قرابة 50 مليون دولار احتجاز يصفه اتحاد المقاولين بالتمييز المتعمد والذي قد يقضي على هذا القطاع بنحو كامل اكتر من 70 شركة مقاولات خرجت من السوق في العام 2019 ونحن في العام 2020 واضح انه هذا الامر ربما يتضاعف وربما نصل الى اغلاق مؤسسة اتحاد المقاولين بشكل كامل كما تمثل مواصلة اسرائيل فرض قيود مشددة على المعابر ومنع دخول مواد البناء بحجة ازدواجية الاستخدام عاملا اضافيا اسهم في تراجع الاستثمارات والتطوير ويرى خبراء ان غياب السياسات والاستراتيجيات الرسمية الداعمة لاهم القطاعات الاستثمارية في غزة قد يشكل خطرا على البنية الاقتصادية المتهالكة اصلا بفعل الحصار الاسرائيلي احمد غنم غزة الميادين